اشتركوا في القناة الله الرحمن الرحيم بسمي ايمن عثمان باروت ابن صاحب المتحف متحف عثمان باروت الذي يقيم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة بمتابعة حثيثة منه من سموه ومعرفته بجميع هذه المقتنيات وطبعا باشراف من معهد الشارقة للتراث وقيم هذا المتحف وافتتح في ابريل 2021 بحضور صاحب السمو وتشريفه للقرية التاريخية بخور كلبة طبعا يحتوي المتحف على اربع غرف يحتوي على الكثير من المقتنيات التي اقتناها والدي رحمه الله خلال الاربعين سنة اللي فاتت تنوعت ما بين الادوات الزراعية وسائل النقل وسائل الزراعة بعض الاسلحة المتنوعة الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء بالاضافة الى الادوات الزراعية وادوات المطبخ وتحتوي على مجموعة من الابواب التي تبين نوع الزخرفة والابواب المستوردة على مستوى امارة الشارقة بشكل عام ومدينة كلباء بشكل خاص والتي تبين حتى المستويات الطبقية في المجتمع من حيث ابواب بيوت التجار وابواب بيوت الناس العاديين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا خلال جولتنا اطلعنا على كثير من المقتنيات في أرجاء المتحف طبعا هي المقتنيات كثيرة اللي يمعها الوالد الله يرحمه يمكن زوايا المتحف يعني احتوت على ما لا يزيد عن ربع المقتنيات اللي موجودة طبعا نشكر معهد الشارقة للتراث على احتواء هذه المقتنيات والعناية بها تحت قبة المعهد ومتاحفها الخاصة يمكن من خلال الجولة اطلعنا على الكثير من المقتنيات التي ترجع إلى حقب تاريخية متنوعة لكلباء بشكل خاص والساحل الشرقي بشكل عام تمتد من الخمسينات من القرن العشرين وحتى القرن السبعة عشر أو نهاية القرن السبعة عشر بمختلف الحياة العامة وقطاعاتها من المنازل إلى الزراعة إلى الأسلحة والبيوت وطبعا كل قطعة أثرية موجودة من ضمن المقتنيات لها قصة معينة قصة اقتناءها أو قصة شراءها أو قصة المكان التي أتت منها أو قصة المكان أو الحادثة التي واجهها الوالد الله يرحمه وودت أنها تكون أحد القطاع التي تؤثرت في حياتها بشكل أساسي أحد هذه القطاع اللي هي اليامعة اليامعة هي أحد القطاع التي تستخدم في سفن أو أسطول القواسم سابقا أحد السفن اللي يسمها البغلة وطبعا اليامعة هذه تعتبر أحد أكبر القطاع باعتبار أنها تستخدم لرفع الأشرعة الكبيرة في هذه السفن الوالد عثر على هذه القطعة طبعا كانت مرمية على البحر وحصل عليها أنه يعرف أن هناك كانت آثار لسفينة البغلة موجودة في هذه المنطقة وصادف أن مجموعة من عمال البحر محتاجين أن بعض الأخشاب ليقاد النار ولحق عليهم في آخر لحظة وقال لهم أن أشتريها واشتروا لكم حطب وهذه ما تمسوها كانت هذه آخر قطعة متبقية من البغلة الموجودة في الساحل أو على البحر فأخذها ونظفها وكانت من أهم القطع التي اقتناها الوالد رحمه الله في هذا المتحف وطبعا حصلت على اهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة ومع مجموعة أخرى من القطع التاريخية التي توثق لتاريخ المنطقة بشكل أساسي ومن ضمن القطع الأثرية عندنا مجموعة من الأسلحة النارية بمختلف أنواعها الخديوي الكند أم عشر والصمعة والميزر الصمعة تقريبا هي أقدم قطعة موجودة في المتحف وهي تعود إلى قوة القواسم البحرية وطبعا طلع عليها مجموعة من المتخصصين وأكدوا أنه ترجع لنفس الحقبة التي كان هناك أسطول للقواسم يجوب البحار وكان عندهم مجموعة من السفن واستخدموا الأسلحة لحماية أساطيلهم التجارية يعني المنطلقة من الخليج إلى الهند وإلى أفريقيا عندنا أحد القطع التراثية الموجودة وهي الخنير الخنير هذا يمكن نعتبره إحنا أرث عائلي باعتبار أن هذا الخنير يعود ليد الحاي باروت الله يرحمه قصة هذا الخنير أن هذا الخنير بعد وفاة يدي الله يرحمه في سنة 58 اقتنى هذا الخنير يدي عمي الوالي سهيل باروت في كلبه واستمر معاه وبعدين لظروف ما ضاع الخنير وبعد سنوات تفاجأ الوالد الله يرحمه بزيارة من أحد الأصدقاء المقربين لهم هو يوسف اللوغاني الله يرحمه ويغفر له ومعاه الخنير قال هذا خنير أبوك اللي ضاع عنكم ورجعنا لكم إياه واحتفظوا فيه وأكد على عيالك أن هذا الخنير ما يطلع من العائلة والحمد لله الوالد حافظ على هذا الخنجر وحاليا معروض من ضمن المقتنيات اللي موجودة في متحف عثمان باروت من ضمن المقتنيات يمكن كان الوالد يهوى الحرف يعني صناعة المجسمات لذلك كونه معظم حياة عاشة في مدينة الشارقة كان يحفظ حصن الشارقة غرفة غرفة وباب باب وجميع النوافذ وجميع الارتدادات الموجودة في الحصن لذلك اشتغل على نموذج أو مجسم لحصن الشارقة في سنة 75 انتهى منه في شهر عشرة سنة 75 يحوي جميع تفاصيل هذا الحصن التفاصيل الداخلية والخارجية استخدم فيها بعض الأدوات البسيطة من الورق المقوة بعض أنواع الصمق أعواد الكبريت علب الكبريت الصغيرة واستخدم فيها خلطات كانت تستخدم سابقا لمنع هذه الصناعة هذه الأوراق أو الأخشاب الصغيرة من التلف عن طريق الرمة والحمد لله وجدت اهتمام وأخذت وعرضت في أكثر من معرض وخصوصا في أيام الشارقة التراثية في مدينة الشارقة ولحد الآن موجودة أو هذا المجسم موجود ومعروض في أحدى غرف هذا المتحف من ضمن القصص التي كان الوالد يرويها لنا خلال جمعة لهذه المقتنيات من سنة 82 لحد نهاية القرن العشرين لحد الألفين أنه كان يهوى جمعة هذه المقتنيات وهذه الآثار باعتبار أنها هوية للمنطقة وهوية للبلد وهوية للناس التي عايشين فيها لحقب تاريخية متنوعة إحدى المقتنيات كانت جهاز التلفون القديم وكان يتميز أنه بدون أرقام ولكن يحوي على يد دائرية يقوم الشخص بلف هذه اليد حتى تتولد الحرارة ويرتبط الهاتف بالبدالة لذلك يمكن أن يدرج على لسان الناس أن التلفون إذا كان الخط شغال يقول لك في حرارة وإذا انقطع الخط يقول لك ما في حرارة وهذه مرتبطة طبعا بهذا الجهاز إحدى قصص الوالد في اقتناء هذه المقتنيات أو القطع الأثرية أنه عرف أن أحد الأشخاص في المناطق الجبلية عنده رحاء والرحاء معروف أنه هي تستخدم لطحن الحبوب زار هذا الرجل وكان على معرفة بهذا الشخص وقال له سمعت أنه عندك رحة قديمة فقال له نعم موجودة عندي فقال له كم تقدر عمرها يعني قال والله هذه يعني يدي ورثها عن أبوه أو عن يده يعني تتكلم عن ثلاثمية وأربعمائة سنة عمرها يوم اطلع عليها الوالد شاف أنه فعلا هذا النوع من الرحاء لا يصنع خلال الميتين سنة السابقة باعتبار أنه مصنوع أو منحوط من نوع معين من الحجارة الجبلية وانقطع استخدامه بشكل كبير أو من فترة بعيدة فعرض عليه أنه يشتري هذه القطعة باعتبار أنه مهتم بجمع الآثار طبعا وافق هذا الرجل أخذها الوالد ونظفها وكان يحكي أنه قصتها مع كل قطعة يقتنيها يقوم بتنظيفها وترميمها يحكي أنه شو قصة هذه القطعة سواء قصة اقتنائها أو التاريخ اللي ترجع له أو حتى الحادثة اللي صارت له أثناء اقتناء هذه القطعة وكان الوالد الله يرحمه يهوى جمع العملات لذلك خلال فترة حياته منذ القدم حتى قبل المرضى الله يرحمه كان يجمع العملات لذلك شفنا حصيلة كبيرة من هذه العملات المتنوعة عملات عربية وعملات أجنبية منها من يقتناها بنفسه ومنهم ما أهدي إليه من أشخاص عرفوا أنه هو هاوي جمع العملات بالإضافة إلى المقتنيات الأثرية والتاريخية وصادف الوالد يعني إحدى القصص يعني صادفته خلال فترة جمعة لهذا التراث في نهاية الثمانينات أنزاره أحد الأجانب المهتم بالآثار وبالقطع وسأله عن أقدم القطع اللي موجودة عنده طبعا الوالد على علم بهذه القطع قال لنا أقدم قطع عندي اللي هي الصمعة واليامعة والرحة وأقدمهم الرحة باعتبار أنه هي توثق مرحلة تاريخية يمكن تمتد إلى ثلاثمائة أو أربعمائة سنة طلع هذا الأجنبي شخص مختص في تقييم أعمار هذه القطع وضع مادة على الرحة وبينت لون معين أكد كلام الوالد أن هي ترجع إلى ثلاثمائة أو أربعمائة سنة قبل طبعا توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم الحاكم الشارقة للاهتمام بالتراث ليس وليد اللحظة إنما هو ممتد يعني منذ السبعينات اهتمامه بالمواقع الأثرية واهتمامه باستقطاب الفرق التنقيب المتخصصة وذات الخبرة الكبيرة للتنقيب عن الآثار باعتبار أن هذه الآثار توثق لمرحلة سابقة كان يعيشها أبائنا وأجدادنا ومن المهم أن تكون قائمة ليراها أبنائنا باعتبار أنها ذات رمزية قيمية وتاريخية تؤكد أصالة هذه المنطقة وأن الناس اللي عايشين في هذه المنطقة كانوا ناس مهرة لم تكن الظروف أو الظروف البيئية أو صعوبة الحياة عائق أمام تقدمهم أمام اختراعهم على سبيل المثال فترة الحرب العالمية الثانية انقطعت يمكن جميع المؤن أو الأدوات التي كانت تأتي بشكل أساسي من الهند لذلك قام أهل المناطق إذا تكلمنا عن كلبها بشكل خاص وعن مناطق دولة الإمارات بشكل عام استبدلوا الأدوات النحاسية والأدوات الحديدية بالفخار كأدوات للطبخ، كأدوات للقهوة، يعني دلال للقهوة، الفناجين، القدور اللي كانت تسمى البرمة كان الناس مبدعين في التغلب على مثل هذه الظروف متحف الوالد، الله يرحمه، متحف عثمان باروت ومثال بسيط لاهتمام حاكم الشارقة والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي بأهمية اقتناء هذه المقتنيات الأثرية والعناية بها وإبرازها بأسماء الأشخاص اللي تعبوا عليها للمجتمع وتكون مزار للتعريف بأبنائنا، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الباحثين والمهتمين وحتى المقيمين على أرض هذه الدولة بأن لنا تاريخ لنا عمق حضاري وتاريخي يوثق وجود الإنسان في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر